بسم الله الرحمن الرحيم وبهين أستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين ومشاهدي قناة القرآن الكريم إنما كنتم نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في رحاب عدد جديد من برنامجكم خيركم لأهله غالبا ما تكتسي طابع الإثارة والتشويق وتتخذ أساليب كثيرة من المشافهة إلى مواقع التواصل الاجتماعي مرورا بوسائل الإعلام أخبار زائفة تنتشر بسرعة تخترق الصفوف وتحدث بلبلة من شأنها كسر بنية المجتمع وإحداث شرخ على صعيد العلاقات وقد تتسبب في المآسي والويلات الشائعات خطورتها وآثارها أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتتداول بين العامة ممنى منهم على صحتها وفي أغلب الأحيان ما يكون الخبر شيقا ومثيرا لفضول المجتمع إنها الإشعة يقول تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كل أولئك كان عنه مسؤولا ويقول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا فيما معناه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فمن خلال هذه النصوص أيها الإخوة الكرام وهي من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أريد أن أحدثكم عن أمر عظيم وعن إثم كبير هذا الأمر وهذا الإثم هو نقل الأخبار دون ما تثبت ودون ما تريث ودون ما أنات فإن الإسلام ينهان أيها الإخوة أن الإنسان يحدث بكل ما سمع أو أن الإنسان يتكلم بكل شيء علم به أو سمعه ينشره بين الناس ويذيعه ويشيعه وهذه هي الإشاعة التي حرمها الإسلام والتي نهى عنها ديننا الحنيف وش معنى الإشاعة؟ يعني في لغة العرب شاعة بمعنى ذاعة شاعة الخبر بمعنى أنه انتشر بين الناس وفي الإصطلاح في العرف هي نقل الأخبار دون ما تثبت يعني الإسلام يأمرنا أن الواحد فينا أين كان لما يسمع خبر لازم يكون عنده غربلة لازم يكون عنده تمحيص الشائعة في مضمونها تلعب دورا كبيرا في التأثير على معنويات الناس وإن اختلفت درجة تأثيرها تبعا لنوعها والدوافع التي تكمن خلفها الإشاعة حاجة مشي منها هذه خاصة كترف التواصل الاجتماعي يسنسي بوحي ودي رهمية وبعد يقولوا خبر عاجل وبعدها ما كاش منها النبي صاصم في الحديث الصحيح كفى بالمرأة إثما أن يحدد بكل ما سمع قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهلة فتصبح لما فعلت النادي معروف أصح الجواب عند علماء السلام والإشاعة يسا ما يستغرش فيها النبي صاصم وتهموا عائشة وهضر عليه السحار كداب هذه معروفة طحنة في أعظم حديث نبي صاصم تأتي سنين خدعا يؤتمن فيها الخائن ويخون في هذه معروفة الدين بالضرورة ورب قال في كتابه الكريم وكذلك جعلنا عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم بعض زخرف القول غرورة قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وجاء في الحديث النبي صاصم اتقوا النار ولو بكلمة طيبة ولو بشق ثمرة هذه الإشاعة الشرعان ميجوش يعني إنسان كي هدرهم أمام الله يتحسب أمام الله يوم يقوم الأشهد يوم لا ينفع مان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هي غير صحيحة وغير مؤكدة ولكنهم يتلقوها ويبسخل للناس ويقصهم بالمشاعر والعائلات يحوم بصيفها عامة ما كانش لي ما هدرش فيها الأنبياء وهدروا فيهم مريم وهدروا فيها الرسول وهدروا فيهم يعني أحسن خلقه وهدروا فيهم وفي شرفتهم سمع اللي يهدر عليك وعلا ما هوش لاحق ولا حقتي سورتو الإنسان كي هنا حاجة وحدة كيمتأكد من روحك وعندك تيقى في ربي سبحانه اللي يهدر يهدر العامة راه طويل ما عنديش مشكل هادروا وتسمعي أنا مني من الشعب سمع كي نشوف نديكوفري حاجة هذه أسكو صحية حا أسكو سمع من تبعش وش نشوف لازم الحاجة نكون فرميها وم بليس دي صار حاجة تخصني معليش لإثارة الإشاعة أهداف ومآرب تتنوع هذه الأهداف تماشيا مع مبتغيات من نشرها فمنها ما هو ربحي ومنها ما هو فقط تشويه لصورة الناس إشاعة هذه ضررها كبير وخطرها مستطير لأنها تفرق الجماعات تفرق بين الزوج وزوجه تفرق بين الزوجة وزوجها تفرق بين الأبي وأبنه تفرق ما بين الشريك وشريكه تفرق بين الناس والإسلام دائما يريد أن يرأب الصدع يريد أن يجمع يريد أن يلم الشتات فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه في هذا الزمن وسائل التواصل هذه يعني الإنسان ليس أي خبر يدله مشاركة ليس أي خبر ينقله لأن الخبر اليوم لو أنه قديما لما تنشر الإشاعة تبقى لما تنشر كلام يقول يدور في الحين تاعك يسمعه ربعين واحد واللميات واحد الآن العالم قاع ممكن العالم ليفهم اللغة تاعك أو ما يفهم ولا ما يفهمش يعني راح قاع يسمع هذا الخبر وبقدر ما تهدم من بيوت بقدر ما تتهم ناس بقدر ما راح يكون لك الإثم أكبر والوزر أعظم عند الله عز وجل لماذا أصبح اليوم بعض الناس يتنافسون ويتفننون في نشر الشائعات ما هي نتائج التي تخلفها هذه الآفة وكيف يجب التعامل معها والحد منها هي سئلة من بين نقاط كثيرة سنحاول الإجابة عنها في البلاطو رفقة ضيوف الأكرم تحية للزميلة فلا بن كردو ومشكورة على هذا الموضوع أكيد سنحاول الإجابة على الأسئلة مع الأساتذة الحاضرين معي وأسعد بأن أكون معاهم في هذا العدد دكتور رباح أحمد مستشهر مرحبا أستاذنا حياك الله أخي يمين أرحب بك والأستاذات والأستاذ الفاضل في البلاطو وكذلك أرحب بالمشاهدين والمشاهدات أو في هذا البرنامج وسأل الله تعالى أن نحمل لهم في هذه الحلقة ما يفيد ويرفع نسبة الوعي وإن كان الأمر على خلاف ما تحبه النفس النفس تحب الوهم المريح وتستبعد الحق المر لكن حين يرتفع الوعي يؤثر الإنسان كلمة الحق المر على ألف وهم المريح وهنا يصطاد مروج الإشاعات في هذه المسألة طبعا أننا نحب الحلو حتى وإن كان كاذبا بارك الله فيك دكتورة شهر زاد عزيزة مختصر في شارع والإرشاد التربوي مرحبا دكتورة مرحبا بك أخي يمين أيضا بسادة الحاضرين معنا وأيضا بسادة المشاهدين الحقيقة أن الإشاعات قديمة بقدم الإنسان قبل حتى التاريخ رأيت كيف وقد عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم معانات شديدة وتصرف معها بما يحتاج الموقف من تصرف حازم ربما نرى هذا الحق مرحبا بارك الله فيك دكتورة أستاذ هشام كورتن مستشار قانوني أرحبا أستاذنا مرحبا أهلا وسهلا موضوع اليوم هو موضوع شيق جدا يصلح تناوله في كل زمان وفي كل مكان نتمنى أن نحيط بكل جوانبه في اليوم إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك أستاذ هشام دكتورة كسور أسماء مختصة في علم الاجتماع مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بالجميع وبسادة الأساتد الأفاضل وأتشرف بالتواجد خاصة في هذا الموضوع الشيق والشائك موضوع مجتمع لا بد من المناقشة ووجودي هنا لأستمع أكثر مما أقول نظرا لأهمية الموضوع لخصوصية إن شاء الله بارك الله فيك دكتورة طبعا بداية مع الشارع الإسلامية وورد في روبرتاج زميلة في اللاحية المتدخلات التي تحدثت عن أن حتى الأنبياء طالتهم الشائعة وأنت تفضلت بمقدمتك في الحديث عن الشائعة على أنها قديمة حتى قبل التاريخ ولعل السيرة النبوية وهذه الشائعة كانت حاضرة في حياة رسول صلى الله عليه وسلم نعم خليني بداية أخي يمين أن أقول شيء تابع للسنة من سنة الله الكونية وأنا أحب كثيرا الحديث عن هذا أن الفضول الذي يجعل الناس كما نقول سبب رئيسي في تناقل هذه الإشعات يدخل ضمن هذه السنة هي شدة الحاجة مع شدة الجهل تجعل الإنسان موضع استغلاله وها هنا يستغل الكثير من الناس هذا الموضوع لترويج الكثير من الأخبار وأبعاد الإشاعات كثيرة جدا أبعاد اقتصادية سياسية تصل إلى تدمير الدول وأيضا إلى خسارة الحروب ولذلك أولت لها الشريعة الإسلامية بيانا مفصلا وربما جاء في التقرير الكثير من تأصيل الشرع لهذه المسألة وقد نراه لاحقا غير أني أقف على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أنه عانى كثيرا حقيقة من مسألة الإشعات وهو يعطينا بكثير من تصرفاته الطريقة المتلى للتعامل مع مثل هذه الإشعات في الحقيقة بداية الإشعة هي ماذا يترويج خبر هذا الخبر السبب في ترويجه إما للتهويل داخل المجتمع أو للتشويه أو للمبالغة أيضا طبعا الدوافع كثيرة جدا ربما نتركها لاحقا هذا الخبر قد يكون مختلق لا أساس له من الصحة وقد يكون فيه جانب ضئيل من الصحة وقد يكون خبر صحيح أصله وتضاف له معلومة كاذبة تروج معه رأيت كيف؟ فهذه هي الإشعات وجاء لفظ في القرآن الكريم لفظ الديوع ولفظ الإشعة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فجعل الترويج الإشعة الداخل رأينا في من يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وربما نحن أفردنا حلقتين خاصة بمسألة الستر على أعراض الناس وعامل الإشعة في هذا وكيف تناوله القرآن الكريم شددا فمجرد الحب الذي هو في القلب والذي الله لا يحاسب على ما في القلب جعلهن المحاسبة عليها لماذا؟ لأن هذا الذي يفعله الناس اليوم جام هذه لأشياء تمر رأينا هذه تنبئ عن شيء سيء اتجاه المسلمين مدوم تحب شيء سيء لهم ولذلك يحاسب الله ها هنا بالذات حتى ولو كان الأمر لم يخرج إلى الفعل وإنما كان في القلب فقط إذن هي خطيرة بحال النبي صلى الله عليه وسلم ربما نتعرض سيرة واسعة نتعرض لأخطر أنواع الإشعات لأنها أنواع أخطر أنواع الإشعات هي إشعات الحقد والحسد والتشويه داخل المجتمع وأيضاً عندنا إشعات الخوف يدع الإنسان يستغل فترة الحروب يستغل فترة الأزمات وتكون نفوس الناس مهيئة لتقبل الأخبار فتجده يشيع هذا الأمر بماذا ما يقع في أنفسهم من الأخبار وإن كان سيئة فيزيد الطين بل ولذلك هي من أنواع الأسلحة التي تستعملها بعض الدول في الحرب وهي يسمونها الحرب النفسية يعني يصلت الشيء ورأيناها منذ القدم بين الجيوش عندما يلتقي كل واحد رأينا يطلق من الكلام والخطب ما يشجع الطرف الآخر أو يهزم نفسياً الطرأ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً قلنا تعامل معه نرى في مسألة تشويه السمعة وأيضاً الحط من النفسيات وغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش بداية عندما كانت هناك عمرة القضاء في صلح الحديبية قريش منعت النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة ورجع على أن يرجع العام الثاني فرجع سنة سبعة هجرية وأمر كل الصحابة الذين كانوا معه في صلح الحديبية أن يأتوا معه ويخرجوا معه للعمرة وسميت القضاء فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا طبعاً خرج معه الصحابة وأيضا من لم يحضر الحديبية وغاب من استشهد في غزبة خيبر لأنها كانت سنة سبعة هجرية فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل قريش حتى لا يتبعه وجاء في قرابة ألفين إذن عدد كبير الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم فخافت قريش أن يغري هذا يعني القرشيين فيتبعوا النبي فأشاعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قد أصابتهم حم المدينة وأن أجسامهم ضعاف وهم يعيشون في حصرة وفي نكد وفي كدى وهون وأجسامهم سقمت بسبب جو المدينة وغير ذلك وفعلا الإشاعة عملت عملها فموجود رينا من القرشيين من رفض حتى رينا أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل النبي لتكديب هذه الإشاعة عندما دخل إلى البيت صلى الله عليه وسلم أخذ إزاره العلوي حتى يطف بالبيت كشف عن عضوضه مثل ما يفعل الحجاج اليوم رينا ليظهر قوة جسده نحن أقوياء لسنا ضعفاء ثم عندما استلم الرقم أخر لا يهرول كما يفعل الرجال اليوم بما ذا الهرولة رينا تعطي دلال على القوة وعلى الصحة فهرول وهرول معه الصحابة إذن كذب الشائعة بطريقة عملية دون أن يقول كلمة صلى الله عليه وسلم عندما انتقل إلى المدينة المنورة الجرم هنا أشد لأنه وجد نوعين من أكثر الناس لؤمن اليهود والمنافقين فالمنافقون كانوا يروجون في المدينة شتى الأخبار وكانوا في موضع قوة لأنهم يظهرون الإسلام وبالتالي يسهل عليهم الترويج لهذه الأخبار ومما فعله اليهود أن أحد اليهود يسمى شاش ابن قيس وكان طاع في السن مر يوما فوجد الأوس والخزرج يجلسون في مجلس واحد غاضه هذا كنت الحروب بينهم وهم يبيعون السلاح والآن تآلف كيف فأغرى غلام من اليهود وأمره بأن يشيع بينهم ويذكرهم بيوم بعاث وهو اليوم الذي كان فيه معركة وتقاتل بين الأوس والخزرج ويدكرهم بالشعر الذي قيل في هذا وفعلا فتحركت حمية الجاهلية في قلوبهم والعصبية وقاموا لبعضهم البعض يتقاتلون وينادون السلاح السلاح والشاعة هذا في المدينة أن الأوسيين دخلوا في حرب فالكل يسعد فالأمر خطير ولذلك جاء في رواية النبي هرول ها هنا لأن الأمر خطير وجاءهم صلى الله عليه وسلم وقال الله الله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ثم قال كلاما جميلا ذكرهم بنعمة الإسلام ونعمة التآلف فهدأ من النفوس أيضا نجد في غزوة البني المصطلق ربما حديثة الإفكو ما حدث في المدينة وإشاعة الفاحشة عن السيدة عائشة رضي الله عنها ارتلتها أو عفوا سبقتها حادثة لماذا النبي أسرع بالجيش راجعا إلى المدينة وتخلفت السيدة عائشة ذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة بني المصطلق غاضه أن النبي صلى الله عليه وسلم دون قتال تقع رينا قبيلة بني المصطلق تحت كما نقول نحن الأسر ودون أن يبدو للنبي صلى الله عليه وسلم سلاح ونفوس وغير ذلك غاضهم هذا فخرج إشاعة ها هناك أن أحد من المهاجرين غلام لعمر بن خطاب رضي الله عنه أن تقاتل مع واحد من الأنصار فقام الأنصريون للأنصار وقام المهاجرين المهاجر رينا فحدث نماد دار بينهم قول بأننا نحن استقبلناكم عندنا وقصمناكم المال وقفعنا وفعنا وفعنا ثم أنتم الآن تروا أنفسكم علينا ثم ذكروا حتى ما يجرح نفوس المهاجرين سم من كلبك ليأكلك وهذا ما شع عند العرب من الأقوال ثم جاء قوله عبد الله بن أبي بن سلو الرأس المنافقين هناك لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأدل رأيت كيف هذه التي دعا اللفظ بدت في القرآن يفضحه بعد ذلك فشاع الخبر ووصل النبي صلى الله عليه وسلم الخبر عمر بن خطاب قال أشار على النبي بقتله أرسل من يقتله هذا ينشر الفتنة فالنبي طبعا علة النبي دائما التي كان يذكرها صلى الله عليه وسلم أن يشاع خبر أن محمد يقتل أصحابه هذه أشد من أن يشاع خبر مثل هذا ولذلك تعامل مع هذه الإشاعة كأنها لم تكن ماذا فعل؟ لما شعت بين صحابه أمرهم أن يقوم الجيش ويرتحل بسرعة حتى يشغلهم صلى الله عليه وسلم سيروا يوم كامل وليلة كاملة حتى لما حط الرحاة ناموا فهكذا قضى النبي عن هذه الإشاعة لما دخل المدينة هنا تأخرت سيدة عائشة لأنهم قاموا نبي أعطى الأمر بسرعة خرجوا حملوا الهودج ظنوا أنها فيه وهي خرجت لقضاء حاجتها ثم بقيت تبحث عن قلادة كانت قد استلفتها للزينة رجعت لم تجده يرجع أو لم تجده يترجع آخر النهار مع صفوان بن المعطل على ذهر الناقة ويبدأ الحديث لابد أن نفهم شيء أن الإشاعة بقدر أهمية الموضوع وبقدر أيضا الغموض الذي يدور حولها تشيع بشكل كبير جدا داخل المجتمع ولذلك الإشاعة الأولى لم يعطي لها النبي اهتمام لأنه ما كانت على درجة من الأهمية لكن الثانية أن يمس عرضه ويمس بيته أشرف البيوت وهو قائد المسلمين أنا داك وبيت أبا بكر صديق رضي الله عنه كان الموضوع على الدرجة من الخطورة والأهمية وشاعة فعلا ثلاثين يوم وهم يتحدثون في هذا الموضوع شهر كاملا وهم يخودون والله يفرزهم والآيات التي جاءت ونزلت في سيد عائشة هاهنا كانت رأينا فصل تعطي تأديب عظيم جدا ربما نراه لاحقا فقلت إذن في التشويه عاملوا عملهم أيضا في الحرب غزوة أحد تدل على أن نشر الخبر أو الإشاعة في الحروب له تأثير كبير جدا غزوة أحد وإشاعة خبر أن النبي قد مات هز الصحابة هزا عظيما حتى أن بعضهم راجع قافلا إلى المدينة المنورة قال ماذا نفعل بعد أن قتل وبعضهم اعتصم بالجبل وكان العمل الذي فعله النبي أن أظهر نفسه ليقضي على الإشاعة وهو ينادي هلم إلي أيها الناس هلم إلي وكثيرة هي المواقف التي تشبهها اليوم كذلك وكأننا نحيا نفس المثيرة للإشاعات وأولئك صحابة وانطلت عليهم إن صح التعبير الإشاعة فما بالنا نحن البعيدين كل البعد على كل حال من قيمتي ومقامي الصحابة عليهم الرضوان طبعا هذا يقودنا إلى الحديث عن المجتمعات التي تشيع فيها هذه الإشاعات ما مواصفاتها؟ ما هي البيئة التي تساعد على أن تنتشر الإشاعات فيها من غيرها؟ نعم الإشاعة هي سلوك مجتمعي يقوم به الأفراد أو الجماعات لا نقول أن هذا السلوك يقوم به فرد أو شخص معين لكن قد تكون تقوم به هيئة أو مؤسسة من أجل منفعة أو شيء آخر يعني يكون هدف آخر من أجل تعود المنفعة للمؤسسة وبالتالي فالإشاعة حيثما كانت نوعيتها عندما تصل إلى مرحلة معينة من الانتشار والاتساع وذلك التأثير على المجتمع من ناحية السلبية حينما تجد الوسط والبيئة المغدية لها البيئة المغدية لها والوسط هي مجموعة من الأفراد في المجتمع الأشخاص ستراوح خصوصيتهم وطبائعهم ودهنياتهم وعقلياتهم من شخص إلى آخر وبالتالي إذا وجدت هذه الأشعة عن نفس الشخص الذي أداعها يجد مثيله في ذلك الوسط فيتأجج في نفسه ويروج لها بأكثر من روجت من المرحلة الأولى وبالتالي تنتشر بسرعة وإذا وجدت وسط آخر كذلك يسمع أخبار كاذبة دون أن يتأكد مصدرها فيشيع كذلك الخبر وبالتالي دائما الإشعة تنتشر بشكل سريع دائما عندما تجد الوسط أو البيئة المغدية لها ولديه دوافع وأسباب عديدة دوافع نفسية تنطلق من الفرد عدائية للشخص الآخر أو للهيئة أو الجماعة أو حتى للبلد يعني عدائية للوطن عدائية للبلد أو للشخص أو حتى للجماعات أو الهيئات وحتى في الوسط الوظيفة مثل في المؤسسات المهنية تجد الموظف إذا كانت لديه حدث له شيء يسيء له من ناحية المال أو العمل ردة فعله تكون عدائية أنه يقوم بنشر الإشعة في الوسط من أجل الانتقام مع أنها ردة فعل انتقامية لذلك الفرد في الوسط المهني وبالتالي فنوعية الإشاعات تختلف من بيئة إلى أخرى من وسط إلى آخر فتنتشر بالشكل السريع ليست الإشعة كما كانت سابقا مثلا في التاريخ الأول الإشعة كانت تتورط عن طريق الليسان فقط مشافهة حتى تصل إلى ممكن قبل أن تصل إلى آخر الذي يتلقاها تكون قد انطفأت في البيئة الأولى التي انطلقت منها الإشعة ثم مرحلة الكتابة عن طريق الكتابة ثم تأتي المرحلة التي سوف نتكلم سرعة مواقع التواصل الاجتماعي في المجتمع هذه هي الإشعة في البيئة المجتمعية بأفرادها وجماعاتها ومؤسساتها الله يبارك فيك دكتورة دكتورة باح مفهوم أن يتلذذ الإنسان بسماع أخبار الآخرين ويتماع معهم ربما ولكن الإشكال في من يتلذذ بإشعة الشائعات عن الآخرين ما هي تركيبة النفسية إن صح التعبير نعم لا يشترط دائما أن يكون عنده خلل نفسي أو عنده خلل في نيته يريد الأذى لا لا ربما إنسان سمع خبرا من مديره من أستاذه من مسؤول ما فهم الموضوع على طريقة معينة فرح ينشر ما فهمه ربما كلمة أحيانا في بعض المساجد الإمام يقول عبارة معينة كل واحد من الحضور يفهمها بطريقته الآن فيما بعد أحدهم يقول بأن الشيخ تكلم كذا فيشيع عنه بأنه تناول القضية الفلانية ثم ترجع إلى التسجيل الصوتي تجد بأن الرجل لم يتكلم هذا الكلام إنما نقل هذا الإنسان الذي أثار الشائع نقل فهمه لهذا الحديث وهو لم يرد سوءا لم يرد أذية لم يرد عدوانا على المجتمع فربما يكون هذا السبب ربما يكون السبب هو الرغبة بالبروز أو الرغبة بالسبق أو الرغبة بلفت الأنظار لذلك يتم تلقف الأخبار ثم إعادة ردها إلى المجتمع بسرعة وهذا من أبرز أخطار الشائعة أن الشائعة في الأصل هي مضمون هش لافت للنظر سريعة الانتشار تكذيبها صعب الحد منها صعب ويتلقاها الناس بألسينتهم كما قال الله سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسينتكم ما معنى؟ بمعنى أنه يسمع وفورا ينتقل الكلام إلى اللسان ويخرج دون تمحيص دون تأكيد دون إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا دون ترك المجال لمحاصرة الشائعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خطوات وقائية في المجتمع المدني في مسألة الشائعة مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا يبلغني أحدكم عن أصحابي شيئا فأني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصبر إن رأيت شيئا لا يسرك لا تأتي وتبلغ الناس وتتناقل هذه القضية خلاص احصرها عندك من وسائل المحاصرة كذلك البثالة التي تفضلت به الدكتورة أتريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه عدم فعل شيء قد يثير شائعة ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصحح الأخبار تعالى أنت وإياه هذه أمكم صفية حتى لا يساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أو على مثلك قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم هذه الطبيعة أو هذا الحصار أو هذا ما يسمى بناء الموثوقية بين الجمهور أو بناء الوعي في المجتمع هذا بحد ذاته يحد من انتشار الشائع يوم يكون هناك علاقة شفافة بين المسؤول وبين المسؤول عنه يكون هناك هوية رصينة للجهات أو للأفراد هنا ليس من السهل بمكان أن تثار حولهم الشائعات لأنه هناك مد لجسور التواصل بينهم وبين المجتمع هذه الجسور قوية هناك شفافية في التعامل مع الآخرين هناك هوية تم بناءها هوية إيجابية ليس من السهل أن تثار شائعات تكسير تلك الهوية نعم تكسير هذه الهوية وبالتالي هذا العمل على الوقاية هذا العمل على المحاصرة هذا العمل على رفع سوية الوعي عموما هذا كله يجعل من البيئة العامة بيئة ليست بيئة خصبة لتمضي فيها الشائعات انتشار النار في الهشيم وبالتالي فيما بعد ينبني عليها يعني مشكلة الشائعة بأنها خبر زائف غير موثوق لا يصدر عن جهة رسمية ينتشر بسرعة تكذيبه ليس سهلا وتصدي له ليس سهلا لكن بذات الوقت هو يترك أحيانا آثار كارثية لذلك نرى هناك بيانات رسمية ربما أحيانا تتبنىها وزارات تتبنىها مديريات تتبنىها ربما دول للرد على شائع معينة تشيع في الوسط الاجتماعي وليوم مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في أن التكذيب هذا لا يحظى بنفس الإقبال الذي حظيت به الإشاعة وهذا هو الإشكال الذي تحدثه الحقيقة وين المشكلة أخي يمين أنه أحيانا الجهة التي هي معنية بالإشاعة تقول أنه لن أكترث من باب لا أريد أن أدعم هذه الشائعة أو ألتفت إليها نعم وبالتالي هذا يجعل بيئة خصبة بتردد الناس وقلقهم وعدم وجود بيان رسمي يكذب هذا الخبر لذلك لا بد من الالتفات للشائعة وتكذيبها إذا شاعت بحجم معين وانتشرت بكم معين فيما قول في الإعلام حينما تغيب المعلومة تنتشر الإشاعة بمعنى أنه دائما الخبر إن لم يكن صحيحا سيخلفه خبر زائف ينتشر بسرعة باركلافيك دكتور أستاذ هشام الحديث كذلك عن وجهة نظر القانون والإشاعة وما تحتثه من أثر في المجتمع الظاهر ووضوح الشمس كما يقال كيف نظر المشرع الجزائري لمسألته الشائعة ومن يقف وراءها قبل أن تترق إلى موقف المشرع الجزائري الشائعة لابد لي أن أنويها بأن الإشاعة هي نقل أخبار صحيحة على نحو من التضخيم لتصبح بذلك غير صحيحة بمعنى أن الخبر في أصله صحيح لكن نقله يشمل تضخيما كبيرا له ليصبح خبرا زائفا أي أن يحول دون نقله بصحته أما الشائعة فهي نقل أحاديث وأخبار وأنباء وأقوال زائفة وكاذبة وغير حقيقية ناقلها أو مروجها أو ناشرها يعلم ذلك جيدا وهو متعمد في نقلها عنده القصد عنده القصد ناحية القانونية عنده القصد الجنائي أي توفر الركن المعنوي للجريمة فتنتشر هذه الشائعة بسرعة البرق بين أفراد المجتمع أو بين العامة وأغلبية العامة ينقلون هذه الشائعات بحسن نية أي ظن منهم بأن هذه الشائعات هي أخبار صحيحة دون التحقق من مصدرها أو التثبت من حقيقتها وبالتالي تحدث أضرارا كبيرة في المجتمع بصرف النظر عن نوعية هذه الشائعات لأن الشائعات هناك شائعات سياسية اقتصادية تجارية اجتماعية مهنية إلى آخره فالشائعات دائما أو في أغلبها دافعها هو نشر البغض والحقد والضغينة ضد فرد أو ضد مجموعة أفراد أو ضد مجتمع أو نشر الكره والبغض والضغينة بين فردين أو جماعتين أو مجتمعين أو أكثر وبالتالي فإن الدافع دائما هو خبيث وغير بريء هذا الأصل أما الاستثناء عن ذلك وربما سأفاجئك إن قلت بأن بعض الشائعات أرغم أن أصلها الكذب ولكن غرضها زرع الأمل مفيدة مفيدة هذا هو هذا نعم أصلها كذبة لأن الأصل الشائعات كذبة لكنها تزرع الأمل ممكن تزرع الأمل في نفسية فرد ممكن لما تفضل الأخ قال لك خبر رسمي أحيانا أخبار رسمية يكون غرضها زرع الأمل في أفراد المجتمع والرفع من همامهم رغم أن الخبر يقدر يكون غير صحيح لكن الغرض منه والنية تعود بريئة ما هيش خبيثة كذلك هناك أنواع كثيرة من الشائعات لأن الشائعة في حد ذاتها هي شيقة وتثير الفضول هناك بعض الشائعات الغرض منها هو التسلية فقط يعني لما تصل لك الشائعة وتقرأها تكون متأكد بأنها خبر زائف وغير حقيقي لكن ممكن تضحك لأن غرضها هو التسلية فقط قبل أن تتلق إلى الموقف المشرع الجزائري أكيد أن الشائعات نظن بأن الأرضية الخصبة تحى هي شح أو ندرة أو عدم وجود الأخبار الصحيحة وبالتالي المجال مفتوح أمام كل الأكاذيب والأباطيل ونشرها لأن من مب بيده المعلومة الصحيحة والخبر الصحيح امتنع عن نشره وإعطائه أو أعطى أخبار قليلة جدا وبالتالي إعطاء الأخبار الصحيحة والأنباء الصحيحة في وقتها وبالوسائل المتاحة التي تصل إلى جميع أفراد المجتمع هذا لا أقول أنه يقطع الطريق ولكن يحد كثيرا من انتشار الشائعات لأنه الذي يقين بالخبر الصحيح لما تصل الشائعات هو يعرف العكس تحى هو الخبر الصحيح وبالتالي أكيد أن المشرع الجزائري لا يغفل عليه تجريم هذه الشائعات التي في الأصل الوصف من ناحية القانونية هي كذبة أخبار كاذبة أنباء كاذبة لما تبث هذه الأخبار كاذبة والأنباء كاذبة بين الجمهور ممكن تحدث بلبلة كبيرة وتحدث فتنة في المجتمع وهذه الفتنة تمس بالنظام العام وتمس بالأداب العامة أكيد ما ستمر مرور الكرام وهناك رادع لها بارك ضع فيك أستاذ هشام على ما ورد من آية كريمة في من تدخل في الرابورتاج وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من هذه الشائعة وتفضلت بالتقديم لها في الحادثة الإفك كيف تعامل معها رسول صلى الله عليه وسلم طيب بالنسبة لحادثة الإفك النبي صلى الله وسلم كان حازما ولكن في الأخير المسألة كانت تلاتين شهر عفوا تلاتين يوما والناس سخوض فيه والقرآن تركهم يخوضون حتى كل واحد يظهر حقيقة نفسه ولذلك هناك من خاض فيها وقال ممكن أن تفعلها ولكن مثلا أبو أيوب الأنصار وزوجته قالوا لا رينا نشك في أنفسنا كيف نشك فيها هي يعني أشك في نفسي ولا أشك في عائشة عائشة كانت من النساء الغافلات كما أشار القرآن أيضا يعني ما كانت من النساء التي تظهر نفسها وتظهر كذا حتى ممكن الإنسان يظن ولو بجزء قليل أنها ممكن أن تفعل هذه الفاحشة إذن قلت أن الإشعة بقدر ما يكون موضوعها خطير بقدر ما يكون حولها الغموض بقدر ما تنتشر في المجتمع انتشار النار في الهشيم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل هنا بحزم عندما جمع الصحابة وقال أعذروني في قتل إنسان نالم العرض صلى الله عليه وسلم وكانت فتنة لا أريد أن أطيلها هنا ولكن أقول أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خاضوا وفرز الناس داخل المجتمع المدني أعطى بعد ذلك التصويب سبحانه وتعالى لو لئت سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا إذا نعطى الطريقة الأولى لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء أعطى الطريقة الثانية الأولى أرجعنا للدليل الوجداني القلبي أرجعوا إلى قلوبكم حسن الظن بإخوانكم داخل المجتمع ثم الأمر الثاني لا توجد بينا أعطوني الدليل الملموس الذي يؤكد هذه الإشاعة رأيت كيف فالقرآن لا يحب أن يبني الإنسان أموره وأحكامه ثم يتناقلها على مجرد الظن وجاء يعني بعد ذلك التوجيه الرباني ولو لا يسمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك إذن وجهنا الإنسان يمسك فمه على الأخذ والخوض في أعراض الآخرين وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث حسن أنه من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة هذا الإنسان الذي يرد أنا لا أعرفك لكن لا يوجد فيه يعني شيء ظاهر من فسق هذا الإنسان ما يجعلني ممكن أن أصدق فأرد وأقول اتقوا الله هاتي أعراض الناس وهذا الأصل في المسلم الناس لا تعرف الخوض في الأعراض يعني جرمه عند الله كم هو عظيم قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم هذه كبيرة عند الله أن تخوض في أعراض الناس وتتناقلها بهذا الشكل إذن بعد أن ظهرت الحقيقة ونزل الوحي برئ أم عائشة رضي الله عنها نجد أن بكيف تعاملها هنا نفد الحكم صرامة نفد الحكم صلى الله عليه وسلم بماذا بتلاتة كانوا كما نقل هذا الإمام القرطبي عليه الرحمة الرضوان كان من وجهاء القوم في المدينة المنورة حسان بن ثابت شاعر رسول الله والذي داع شعره يدافع عن الدعوة الإسلامية ثم حمنة بنت جحش أخت زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي زوجة أرملت مصعب بن عمير رضي الله عنه ورغم هذا أقام عليها الحد وأقام أيضا على مصطح بن أتاتة وهو من أقارب أبي بكر وقد خاض في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها النبي أسلوبه في التعامل مع الإشعاعات الضخمة هو ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم أن يتعامل معه بحزن كذلك رأيناه في غزوة تبوك آخر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان فيها جيش العسرة يعني تعسر عليه جمع الرجال وتعسر جمع السلاح وغير ذلك وتفنن الصحابة في التسابق في مسألة التبرع لهذا الجيش في هذا الوقت ونبي يجمع ليخوض حرب ضد الروم الذين جمعوا لصد الدعوة في شمال يعني شبه الجزيرة العربية من جهة الشام فنجده ماذا المنافقون واليهود يطبطون العزائم وكان يعني الوقت كان عصيب جدا وكانت يعني وقت حر شديد الناس كلها تبحث عن ظل كيف نخرج مسافات طويلة للجهاد ووقت قطف الثمار كيف نترك أملاكنا وأموالنا ونخرج وأشاع هذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمعوا في بيت ويلم اليهودي أنا ذاك أمر طلحة رضي الله عنه يخرج في مجموعة من الصحابة ويحرق عليهم البيت انظر الحزم نعم فخرجوا فعلا حارقوا البيت لكن أحدهم كسر الباب من جهة أخرى أو الحائط واستطاعوا أن يفلتوا ولكن انظر الحزم في التعامل مع الإشاعة لما ماذا تؤدي إلى زلزلة داخل المجتمع وقد تؤدي إلى تطبيط الناس وزرع أيضا الرعب كما يحدث عندما نرى تنقص شيء رأينا بعض الناس يعني كما نقول تجار الجملة عندما ينقص عندهم نوع معاوية ويراها الناس يبدأون نقص كذا ونقص كذا وتبدأ البلبلة ويبدأ داخل المجتمع وكل يخوض فيها والقابلية التي تحدثت عنها قبل قليل قابلية النخبة لهذا هذه المشكلة قابلية النخبة نعم لهذا الأمر لها علاقة ربما بالمسلم نعم الإشاعة طبعا ربما عندها علاقة كذلك بالتنشئة ففي تنشئتنا ربما لا ننشي أبناءنا على العقل الناقد القراءة ربما التي فيها تمحيس يعني كل ما يأتيهم يأتيهم تلقينا افعل ولا تفعل نعم هذا دور المربي حقيقة بأن يطالب الولد بالتأكد من المعلومة يعني التثبت هو صمام الأمان في مسألة الشائعة هناك قضية أخرى نربي عليها أبنائنا وهي الحفاظ على أسرار البيت تفضى الأستاذ بالتفرقة بين الشائعة والإشاعة الإشاعة هو فعل الإذاعة فعل الإشاعة إشاعة الشيء والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم الإشاعة وذكر الإذاعة يعني ذكر الذين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به هناك أمر كما تفضل الأستاذ هناك أمر حقيقي لكن ليس من مصلحة الجميع إذاعة لأن إذاعة هذا الأمر سيكون له أثر على المجتمع سيكون له أثر كذلك على العدو سيكون له أثر على المعنى بالموضوع وفي الآية الأخرى استعمل القرآن الكريم لفظ الشيوح حين قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا سواء كانت الفاحشة بحقيقتها أو بأخبارها وهنا لابد من الهمز واللمز والغمز بتلك الجهات الإعلامية التي تدعي أنها ذهبت خلف الجدران وخلف الأبواب وأخرجت للمجتمع ما لا يتناسب مع قيمه لا يتناسب مع أبجدياته لا يتناسب مع ثقافته مع قيمه الدينية ثم تقول له هذا ما يحصل في البيوت من كذا وكذا 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 ثم المجتمع يستهجن ذلك ويستغربه ولغرابته ربما تتناقله الأخبار هذا يؤدي إلى مشكلة في نظرتنا لذاتنا مشكلة في نظرتنا لقيمنا مشكلة في تموضوعنا التاريخي وتموضوعنا القيمي نحن نريد لمن يعني يتعامل مع الأمر بحكمة يتعامل مع الأمر بروية أما أن تشاع هذه الحالات النادرة أو هذه الحالات الشاذة على مرأة ومسمع لا يناسب الأسر ولا يناسب الأسر الجزائرية يعني بقيمها وثقافتها فهذا الأمر والله معي نرجع إلى فكرة التربية عندما أربي أبنائي على الحفاظ على الأسرار المنزلية بأنه ثمت شيء ينقل من البيت وثمت شيء لا ينقل هذا من الإذاعة من إذاعة أخبار البيت أنا بذلك أربي ولدي على أنه ليس كل ما يسمع يقال وكما قال عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعمه بئس أن يبقى الرجل متكئا على زعمه يقولون تناقل مغردون شاع في وسائل النقل وسائل التواصل الاجتماعي يشيع أو يذيع كذا أو كتب هذا كله لا يعفي من المسؤولية وللأسف اليوم نحن نسمع قدوات إخبارية من الصف الأول وأقول من الصف الأول تتناقل ما يتناقله المغردون وما يتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا خطأ هذا ضعف المهنية حقيقة أنا لما أربي ابني على أنه ليس كل ما يسمع يقال كثى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع في شيء تشاهد يموت عندك في شيء تسمع يموت عندك لا ينتقل منك إلى غيرك هذا جزء من التربية بحيث أحاصر ابني ليس كل شيء يقع في البيت يتحدث به أمام الأسرة أو أمام الضيوف أو يتحدث به ابني بين أصدقائه أو بنتي بين صديقاتها لا هناك سرية للأسرة هذا الأمر الأول الأمر الثاني هو التثبت من كل خبر هذا صمام الأمان نتيجة التعامل مع الشائعة أو الإشاعة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين خاصة خاصة في الأمور التي تعني الرأي العام أو في الأمور المتعلقة بأحداث جارية هذه الأحداث ليست من شأن الخاصة إنما من شأن العامة أو فيها إحياء لذكرى تثير البلابل والقلاقل بين الناس هذه القضية جدا خطيرة لابد من التأكد وأحيانا يكون الخبر حقيقيا وصحيحا لكن في إماتته خير للمجموع وأحيانا عطفا عن ما تفضل به الأستاذ ذكر الشائعة التي يكون هدفها طيبا هدفها رفع الهمم أو الطبطب على الجروح أو دعم أو بث شيء من الأمل هذا الأمل فيما بعد له مفعول سلبي لأنه أمل في غير محله لأنه عبارة عن تأمل بشيء ما وهو لن يكون هذا الأمر فيما بعد سيكون له إنعكاس سلبي على النفس وسيكون له إنعكاس سلبي كذلك على الموثوقية على موثوقية الجهة التي صدرت هذه الشائعة لذلك الأحلام التي لا تتحقق وتتحول إلى كابوس نعم 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 ربما الشائعة عندها ربما مميزة تجعلها تطير بأجنحة بسرعة ماذا إذا أضفنا لها محرك لهو مواقع التواصل الاجتماعي كيف ستصير هذه الشائعة بيننا الشائعة مع مواقع التواصل الاجتماعي تصبح الشائعة سرعتها تفوق سرعة البرق يعني تصل إلى كل أو جميع فئات المجتمع الذين يمارسون مواقع التواصل الاجتماعي في زمن كانت تتناقل عبر الشائعة نعم المشافهة عن طريق حتى تصل إلى تتأخر ولكن عن طريق التواصل الاجتماعي تصل بسرعة البرق وبالتالي فهذه الطريقة أو سرعة انتشارها لا بد هنا أن نعي نوعية الإشاعة التي تطار في المجتمع إذا كان نوعيتها يهدد استقرار المجتمع يهدد استقرار المجتمع انطلاقا من تهديد الأسر العائلات ثم المجتمع ثم جميع مؤسسته وفي بعض الأحيان الإشاعة هذه تؤثر على استقرار الدولة وبالتالي هنا يجب الحد منها بسرعة أو كيفية مجابهتها من خلال مثلا إذا نشر شخص معين على مواقع التواصل الاجتماعي أن فلان قد مات هذا لابد من تكديب العاجل والتكديب العاجل عن طريق أن يظهر ذلك الشخص عن طريق الكلام أو تكديب ذلك الخبر فبالتالي هذه السرعة تؤثر بشكل كبير على استقرار وحتى على أمن المجتمع والطيراب النفسيات في المجتمع والأفراد وبالتالي تضطرب العلاقات بين الناس سواء في المؤسساتهم المهنية والاجتماعية وداخل الأسرة كذلك أظن قضية الجريمة الإلكترونية هي التي ضبطت هذه القضية صحيح هي مسألة تحتاج إلى قانون دائما تحتاج إلى تدخل المشرع ولكن مع المواقع التواصل الاجتماعي والوسائط الحديثة يبدو أن الأمر فيه صعوبة من حيث تأطير القانون لهذه القضية لا توجد أي صعوبة من حيث تأطير القانون لكن سأبدأ من حيث انتهت الأخت الكريمة بأنه بصرف النظر على حسن النية كما تفضل الأستاذ أحيانا لضبط غضب العامة ممكن شائعة لزرع الأمل لأن غضب العامة يمكن أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه مرحلية مرحلية يهدد الأمل العام والنظام العام وكأنها موازنة كأنها موازنة شائعة كذلك أحيانا الشائعة تطلق من أجل معرفة الحقيقة مثلا أنت تصدر شائعة فلان متواجد في البلد الفلاني سيظهر فيديو يقول لك لا أنا أكذب وأنا متواجد في المكان الفلاني أعرفنا الحقيقة من خلال كذبة هي الشائعة أحيانا تكون شائعة هي استراتيجية من أجل تحقيق أغراض استراتيجية كذلك إشاعة مضادة إشاعة مضادة هذه تستعمل في الحروب في كل المجالات فأكيد المشارع الجزائري لإشاعة هو ما أطلق عليها مصطلح الإشاعة ولكن أطلق عليها مصطلح الكذبة الخبر الكاذب أو الخبر الزائف وبالتالي قسمها لقسمين الشائعة التي تطال الفرد والشائعة التي تطال الجمهور أو المجتمع فيما يخص الشائعة التي تطال الفرد وقد أطلق عليها مشارع الجزائري مصطلح القذف إذا كان مثلا حدثت سرقة ويقال بأن فلان من سرق يعني الحادثة الواقعة صحيحة لكن إسنادها إلى الشخص الخطأ وبالتالي القذف هو كل تعبير مشين يستند إلى واقعة معينة يتضمن قدحا أو تحقيرا في طياتها عنف أو مجون أو بذاء فالمشرع الجزائري عاقب القذف بالحمس من شهرين إلى ستة أشهر تبقى مدى 298 من قانون العقوبات هذا فيما يتعلق الشائعة أو كذبة التي تطال الفرد أما التي تطال المجتمع فقد نص المشرع الجزائري بأنه كل من روج أو نشر أنباء أو أخبارا كاذبة ومزيفة وهو يعلم بأنها كاذبة ومزيفة عبر كل الوسائل وأركز عبر كل وسائل معنى المشرع الجزائري ما فيها مواقع التواصل بين وسائق التواصل الاجتماعي أو الجرائد أو تناقل أحاديث بينيا خاصة المشرع الجزائري والطرع وأكد على أنه عبر كل الوسائل كل من نشر هذه الأخبار وهو على علم ذلك أي متعمدا ومن شأن هذه الأخبار أو الأنباء أن تمس بالنظام العام والأداب العامة فالعقوبة تتروح من سنة إلى ثلاث سنوات حبس وبالتالي نلاحظ بأن المشرع الجزائري حدد أخبارا أو أنباء رقم واحد رقم اثنين حدد ركن العلم والعمد والركن الثالث ركز على اللجوء إلى الجمهور مع أنه ليس حديث جانبي بين الشخصين في السر وليس في العلانية ولكن اللجوء إلى الجمهور من شأنه أن يحدث بلبلة كبيرة وإحداث أضرار لا يمكن بعد ذلك وممكن تدارك أخلافك أستاذ هشام دقائق معدودة وزعها بينكم ما هو الحل للقضاء على هذه الشائعة والحد من تأثيرها على الأقل طيب ربما من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن الحزم رأينا مهم جدا لتعامل معها وربما الحزم يظهر هنا في قوانين هل هي كافية للحد من هذه الظاهرة خاصة ونحن نمشي الأمر الثاني مخاطبة ضمير الناس رأينا ودين الناس أنت عندما تكون تنشر هذه الإشاعة أي مرة عليك في دقائق ربما صح؟ لكن أنت صرت كحلقة في سلسلة قد يكون فيها ملايين من الناس ولكن لا يهمني الملايين يهمني أنت أمام الله تبارك وتعالى أنت مسؤول وقد أخبرك الله سبحانه وتعالى أن لا تكون رأينا كذلك تسمع النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء أن يحدث كذبا أن يحدث بكل ما سمع تسمع يقول لك الشريعة تعتبر هذه الإشاعات تلحقها بالظن لأنه بناء على الشيء ظنه الإنسان وليس على يقين ولا وقد وضع قاعدة التبين قاعدة التتبت في القرآن الكريم ولا يجوز للإنسان أن ينقل خبرا حتى ولو رأاه بأم عينه يبقى فيه نصف الحقيقة لابد أن يتتبت ليكون كالحقيقة كاملة فلذلك عندما يأمرك الله بالتتبت عندما يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماذا بأن لا تحدث بكل ما سمع بأن هذا كذب والكذب من الكبائر لكن لما ينتشر بين الناس يصبح أعظم جرما وأنت مسؤول أمام الله عن كل ذلك رأينا كيف يبقى الإنسان يعني تحت تأثير هذا الفضول ولذلك أيضا جانب أنه إيجاد لجان متخصصة في هذه الإشاعات بحيث تقوم بالتقاط الإشاعة تحليلها مصادرها أيضا آثارها دوافحها كل هذا مهم بحال لأن إذا كنت أعرف المصدر ممكن أن أحجب هذا المصدر ويكون عقوبة لصاحبه الذي يقوم بهذا النشر وغير ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسلوب نشر تقافة التفاؤل داخل المجتمع يعني إما التكديب إما أيضا التفاؤل غزوة الخندق عندما يعني نعرف يعني اجتمعت الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاهد بن قريضة ثم شاع في المجتمع أن بن قريضة خانوا العهد والتحق بقريش وداع الخوف الشديد بينهم ماذا فعل النبي أخذ يبشر أبشروا بنصر الله أبشروا بالفتح أبشروا أبشروا ورفعا من معنويات الناس أنا ذاك أبشروا فيك دكتورة دكتورة كسور كيف نحن من آثارها على الأقل الحد من آثارها هو ليس بالأمر السهل وليس بالصعب كذلك هي حسب نوعية الإشاعات فكانت إشاعات بين الأفراد فتحتاج إلى تربية المجتمع التربية خاصة المساجد المساجد التي تلتقي فيها الأفراد كل أسبوع يوم الجمعة لا بد إلى الحث بالدروس وتوعية الأفراد عن طريق التربية وعدم الخوض في أعراض الناس وشرفهم وفي جميع ما يحطم معنويات المجتمع وكذلك ما الأفراد المجتمع أما النوع التالي فهي عبارة عن إشاعات التي تمس مؤسسات مؤسسات المجتمع مؤسسات الدولة فهذه تحتاج فعلا إلى قوانين رادعة لا بد من الحد منها ولا بد من متابعات التي يشيع تلك الإشاعة وتلك الخبر الكاذب للمجتمع الذي يمس استقرار وأمن المجتمع شكرا دكتورة بارك الله فيك أستاذ هشام الحل الجذري الحل الجذري لا يوجد حل جذري لكن الحد ربما من انتشار الشائعات هنا تحضر لي حكمة قائلة لا تصدق ما تسمعه صدق نصف ما تراه وترك النصف الباقي للعقل فإذا طبقنا هذه الحكمة أكيد سنحد كثيرا من انتشار هذه الشائعات العقل الناقض دكتور يحكى أن جوحة كان يمشي في الطريق فلحقه الأطفال وصاروا يهزؤون به حتى يصرفهم عن نفسه قال لهم اذهبوا إلى ذلك البيت هناك امرأة كبيرة في السن توزعوا الحلوة ذهب الأطفال لما رأهم جوحة يهرعون لحقهم رأاه أحدهم قالوا اين تذهب قالوا يقال أن في هذا البيت امرأة توزعوا الحلوة الذي يثير الشائعة سيدفع الثمن إن الله لا يصلح عمل المفسدين ستنعكس عليه وسيدفع فاتورة هذا الإفساد الله سبحانه وتعالى لن يتركه هملا المشرع لم يتركه هملا لم يتركه هملا المربي لم يتركه هملا والله تعالى سيجعله يدفع ثمن هذه الإشاعة أو هذه الشائعة التي تفسد سواء كان على مستوى الأثراد أو على مستوى المؤسسات أو على المجتمع عفوا ككل لذلك هذه الكلمة هي إما سفيرون إلى الجنة وإما جسرون إلى النار وهل يكب الناس في النار على وجوههم ومنخرهم إلا حصائد وألسنتهم ولابد للضريبة أن تضحى لا بد في الدنيا قبل الآخرة أكيد لأن الأمر يتعدى ربما الضرر بشخص واحد إلى المجتمع ككل بالأمة على اختناف الشائعات وعلى اختناف كذلك أهدافها دكتورة أسماء مختصة فيعم copty مجتمع بارك الله فيك على ما قدمته في هذا العدد السيد هيشام كورتر المستشار القانوني ربي بارك فيك وشكرا على ما أسهمت به في هذا العدد كذلك دكتورة شهرزات عزيزة مختصة في شريعة والإرشاد التربوي ربي بارك فيك وشكرا على ما قدمته كذلك دكتور رباح أحمد المستشار السعر بارك الله فيك كذلك خيص حسري شكرا جزيلا لكم شكر موصول مشاهدين الأفاضل بلغنا الختام في هذا العدد من برنامجكم خيروكم لأهله دامت أوقاتكم طيبة مع قناة القرآن الكريم السلام عليكم شكرا جزيلا لكم